السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا الفيديو اللي هو الفيديو الرابع من فيديوهات الـ Influence Line رح انحل يعني بيم كامل نوجد له الـ Influence Line للـ Reaction للشير لـ Moment رح انحل ثلاثة أسنين ان شاء الله انهم يكون شاملين كل الأفكار هنبلش بهذا السؤال عندي هذا السؤال عبارة عن السؤال فيه Support A Support B Support C Support G Support H وفيه 2 هنج وفيه نقطين اللي هي النقطة A و النقطة B طالب مني الـ Reaction A Reaction C الشير عند B الشير عند A الـ Moment عند A الـ Moment عند B نبدأ بأول مطلوب أول مطلوب ايش بيقول لك الـ Reaction عند A طيب نبدأ بالـ Reaction عند A عندك الـ Reaction عند A هايو بيطلع زي هيك تمام طيب بعدين عند C اشرح C دعونا نقوم بالأسود بيطلع عند A تمام بعدين ما رح يصير عند C رح يصفر عند C طيب هل رح يكمل بعد C اه رح يكمل بعد C ليش لانا في عندي هنج طيب بعدين ايش رح يصير في عندي رح سكر على هاي الهنج ليش رح يسكر على هاي الهنج لانا في بعديها 2 support فانها مش رح يكمل معنا هاي رسمة الـ Reaction A طيب لما نروح الـ Reaction C وين الـ Reaction C هاي الـ Reaction C لأسف رح تيجي الرسمة صغيرة طيب هاي الـ Reaction C طلعت واحد طيب وقبليها ايش فيه قبليها في هنج قبليها في هنج معنا هاي ايش رح يصير في عندي هاي زي هيك ورح تسكر عند الـ A مش لما يكون في عندي Reaction وقبليها هنج طيب بعدين ايش رح يصير في عندي هاي رح تسكر على هاي الهنج رسمة عنش قطي بس نتحاول هاي ها ليش سكرتها هاي الهنج لما في عندي 2 support بعدها طيب نروح بعدها على الشير عند الـ B وين الشير عند الـ B هاي الشير عند الـ B الشير عند الـ B عندي الـ A B هتطلع عادي معنا هاي الـ A B طيب الـ B C رح تنزل عادي زي هيك طيب بعدين هل رح تمد اه رح تمد رح تمد عشان ما تمدش هالرسمة بعدها هاي مدت له هاي الهنج وراح تسكرا هاي الهنج ليش رح تسكرا هاي الهنج لأنه في عندي هون 2 support تمام الشير عند الـ B طيب الشير عند الـ B عشان ما تنزل زي هيك وراح توصل لهون عندي بتطلع زي هيك وراح توصل لهون بس هاي الرسمة Cruz ماذا طيب Han ليش ما مدت عندي وكيف لا بدت عندي بعدها لان اظهر عندي بعد الهنج هاي اش في عندي هاي نقطة عادية اوه بعد الهنج عندي اش في عندي يعني فقط هي الرسمة طب المومنت عند ايه هاي ال i تمام هي بتطلع زي هيك وهي بتطلع زي هيك تمام ما في مشكلة هي المومنت عند ال i ليش ما بدت عندي لتحت لما ها في عندي هون في عندي تو سابورت طب المومنت عند البي المومنت عند البي رح تكون زي هيك صحيح وهي زي هيك هل هي رح تتمد او اكيد رح تتمد رح تتمد لهي الهنش وتسكر على الهنش اللي بعدها ليش؟ لانه ليش ما مدت بعدها لما في عندي تو سابورت معناها هي هي رسمة الرياكشن مدت بعدها الرياكشن سي ا drugiej سيدي اعبارة عن ايش؟ عبارة عن عن عندي 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 رولر عندي رولر وهون نقطتين اللي هم اف و ال ايش بده؟ ال اي واي تمام؟ بده ال اي واي طب كده نرسم ااا منحكي له نطلع زي هيك واحد إذا سوف تتكلمني كما ستصبح في القطاع إليه ماذا ستصبح بذلك وذلك سيتم تضمنها لماذا ستصبح بذلك لأنه لدي الملسج قائد أن هناك مختلفات هذا الرسمي يتصبح بذكر بذلك ما سيتم تحظّون فطب اي ما في شيء يوم وتتصبح بذلك ولم يتم تقوم بذلك تغير الميل و تذكر علي هذه الهنج لماذا لم تكملت هذه الهنج ؟ ضعalia بأساطة فتغير لدي القيب هل ينضع عن من هنا هل ي BRS لا.. لأن هـT Sharla معنىها ستنزل طيب ستنزل ماذا ستنزل في هذه القطع تنزل معها ستسكر على الهنجة الثانية لماذا سكرت على الهنجة الثانية وما مدت؟ لانه بعدها ثم ستنزل هذه الهنجة قلنا ليس سيطلع عندي هل هي رح تلف؟ اه رح تلف ستبدأ من الصفر ليش؟ لانه هون ش تلف وتنزل زي هيك و اكيد ستسكر على الهنجة الثانية لانه بعد الهنجة كما ستسكر طيب ستشير عند ال ال وين ال ال؟ هاي ال ال؟ ستشير عندها لا يوجد اي مشكلة تنزل زي هيك وصلها بلون ثاني الشير عند ال ال هاي طيب بقى انزل شو بصير عندي اه وحصير في عندي زي هيك طيب وبعدين اش في عندي هون؟ رح اطلع ماش رح اصير في عندي؟ هتسكت زي هيك طيب ليش ما كملت؟ لانه هون بعدها في عندي فكست وليش ما كملت هون؟ لانه في عندي هون تو سبورت فيش اي مشكلة المومنت عند ال ال هاي ال ال المومنت عندها رح يكون عبارة عن مثلث ما كمل بقى فكست هي المومنت عند ال ال ليش؟ لانه عبارة عن ليش ما كمل؟ وبعدين هون في فكست وهون في تو سابورت الشر عند ال-ف هاي الشر عند ال-ف مدام في عندي 2-سابورت معنا نفسه ها هي بتلفو هي بتلف هال راح تكمل اذا كان في بادي هنج ستفكر على الهنج الأخيرة هاي هنج الأخيرة معناها هاي عبارة sou مومنت عند ال-ف الشير لأ اشتراا نرسمت انا هي انا رسمت انه ليس عند ال-ف انا اسف هسه نرسم الشر عند ال-ف الشير عند الف وين الشير عند الف عندها تنزل حسنا ان تنزل شي فاعل من هنا حسنا ان تبدأ ماذا ستصبح هو هنا هل ستكمل او 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 ستكمل لان ن Lilium ستسكر عن الحل الي الهنجة الاخيرة هي الهنجة الاخيرة يوجد تبدو رسمة الشير عند الف هي رسمة الشير عند الف اذهب الى الرسمة الاخيرة موضوع عبارة عن ممارسة قد محليت تصير الرسمة تحيلها انت ونغمض ايش مكنت الرسمة تكون عندي فكست هنج سابورت فيش اشي تمام في عندهم خطين شوف ايش عند ايه مدام جنب الفكست فيه هنج تسكر على السابورت الاخيرة هل راح تمد اه لانا فيه بعدها هنج وانا راح يتغير الميل بعدين عندك تصفر على الاخيرة وتضلها مادة تمام وانا هاي هي رسمة الرياكشن ايه طب البعدي ايش بده هاي هي طيب اطلع زي هيك واحد حيكون الهنج اللي قبليه اعلى منه تمام وتصفر عند هاي الهنج تمام وتصفر على السابورت هاي وتكمل احنا عارفين ليش حالينا زيها كثير هاد المثال ما يكون في عندي وقبليه هنج فتكون اعلى منه وكيد راح تصفر على هاي الهنج ليش هادون اللقات انساليهم على الكامل هادون مناش دخل فيهم ليش صفرت على هاي الهنج انه فيه بعدها فكست ضلت نازل لهم طيب نروح على العدى ضلت نازل وننزل وننحن ونقف طيب لما نطلع ما صور في عندي هاي ذي هيك هان راح تكمل وأه لا تكمل احنا في بعديها نزل ضلت نازل وانه تنزل لما تنزل زي هيك اه يعادي تمام ليش صار زي هيك ليش ما كملت هاي لانه في بعديها تمام الموضوع صار جدا سيدي مش قابه افصل انا كلها انا فصلتها بالاسئلة بس بس قاعدين من احل اسئلة بسرعة بعدين اش بده ال V عند ال L طب ال V عند ال ال هون مش هتنزل رح تطلع بس طيب تطلع تطرها ماشية لانه هاي عبارة عن تمام وحتسكر عند C بعد C ضل هنازل اكيد لانه في بعديها هنش صفري عندي ال E و تطلع على فوق هاي خلصنا طب بعدين ايش بده ال M عند ال K وين ال K هاي ال K بدان في عندي هاي بتلف و هاي بتلف انا هاي النقطة رح تيجي زي هيك و هاي زي هيك و هاي زي هيك هل رح تمد اه رح تمد رح توصل لهون بما توصل لهون توصل لل E و تضلها طالعة معنا هاي هي رسمة ال M لل K تمام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يحلينا ثلاث اسئلة هذة هاي يجب الامتحان بكل سؤال بيجيب بعشر علمات تستخفش الموضوع هذا عبارة عن بدك تشد حيلك وتحل تحل 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 عشان بالأخير تصير على طول 1 2 3 4 5 طول تمام هم حالات فيش غير انتبهت على القبل هي حالات حفظ يعني أو تخيل تمام والأمور إن شاء الله بتكون تمام ضل أمثلة عندي ما ضلش هل أنا ثلاث أمثلة إن شاء الله أن يكونوا شاملين للثلاث أفكار لكل أفكار اللهم ألف عافية والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته